واللي بالمناسبة اتكلمنا في اخر حاجة نتكلم فيها في مباراة القمة يا فكرة التحكيم حابين نقول ان دور المسؤولين في النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني سهموا بشكل كبير جدا ان التحكيم المصري يطلع بالشكل ده من المباراة لان الحقيقة لو ركلة الجزاء اللي اتحسبت ضد النادي الاهلي كانت في الجهة المقابلة وتحسبت على النادي الزمالك اعتقد الامور كانت تتبقى صعبة جدا فانا بشوف ان علي لطفي انقذ اشياء كثيرة جدا للتحكيم المصري بتصديه لركلة الجزاء دي لان الحقيقة كمان النادي الاهلي برغم انه كان فيه بيان برفض التحكيم المصري لان شايف ان ده مش وقته وان احنا محتاجين لتحكيم اجنبي الا ان النادي الاهلي امتسل بشكل كبير جدا لفكرة التحكيم المصري ان اتحاد الكرة هو المنطب بادارة المسابعة على عكس اندية تانية واعلام اخر كان شايف ان التحكيم المصري دايما ظالم واول لما حصلت ست اصابات قال لازم نلعب ووصلنا لمرحلة التهديد اعتقد كمان كان اختيار التحكيم في الفار كان الكابتن محمد عادل والكابتن حمود عشور كان لهم وقائع بتبين ان كان المعيار مستابت في الوقائع دي سواء الكابتن محمد عادل في مباراة قبل كده للزمالك ودي دجلة لو معنا الصور ممكن نستعرضها كانت لمسة يد على احمد ابل فتوح هو شافة انها ارتداد من الجسم ونفس الكرة دي لما جات لودي دجلة هي بالزبط هي هيها ادى لمسة يد على مدافع ودي دجلة وادى له انذار وهنا انا مش بقول دي لمسة يد صحيحة ولا دي لمسة يد صحيحة انا بقول ليه المعيار اختلف لما اختلف لون التشيرت مش كده وبس الكابتن كمان محمد عشور المساعد للكابتن محمد عادل كان في مباراة حكم ساحة للاهلي والاسماعيلي وحسب رقل الجزاء بعد استعدعاء الفار لي واكد له ان الكرة ما لمستش ايد رامي ربيع وحتى لو لمست ايد رامي ربيع هتكون ارتداد ولكن الكابتن محمد عشور اصر على احتسابها هي دي الكرة كابتن هيسم الكرة مش في ايد الكابتن رامي ربيع واصر على احتسابها رقل الجزاء في الوقت لما كان فيه هو حكم فار في مباراة للزمالك جات كرة شبيهة جدا مع لاعب او مدافع نادي الزمالك والكابتن محمد عشور استدعى حكم الساحة لانها رقل الجزاء هنا بنتكلم فكرة معايير كانت مختلفة ومع ذلك وغيابات عناصر الساعة نفس المعيار هنا استدعى الحكم على اينا رقل الجزاء وهناك لما الحكم استدعى رفض يستمع لحكم الفار وحسبها على النادي الاهلي رقل الجزاء فمعيار مختلف بسبب تغيير لون التشيرت ودي طبعا وقعة شهيرة مع الكابتن محمد عشور وكانت في كاس مصر وكانت في الديها الاخيرة مصطفى محمد لما كان لعب نادي الزمالك لدي وقف كرة ولا ادى انذار والكرة دي جاء منها هدف لنادي الزمالك اعتقد كانت دي وقاع كان مجلس ادارة النادي الاهلي شهيفة كويس وكان اعلام النادي الاهلي شهيفة كويس ولكن اعلام النادي الاهلي من اجل رفع الضغط على التحكيم المصري لعب المباراة بدون ما يعرض المعيير المختلفة دي والحمد لله قدر النادي الاهلي يحقق فوز عشان يكون فوز تاريخي من كافة الوجوه اننا المباراة اللي تأجلت من ديسمبر يوم 23 ديسمبر بعد اصابة لعبين مهمين في نادي زمالك بوريس كورونا ما تأجلتش ولا النادي الاهلي طالب بتأجلها وبنلعب كافتن في كل الظروف لان في النادي الاهلي النادي الاهلي ديهم بيهموا التنافس ايا كانت الظروف ومش فرقة قد ايه النتيجة قدم فكرة اننا بلتزم بالقرارات واننا بساعد المنظومة الرياضية المصرية شوفنا دي مباراة استاذ احمد تبان في مباراة كرة اليد يمكن مباراة كرة اليد مباراة شوفنا توأم حكمتين عنصر نسائي وهم بالمناسبة اخوات موفقين بدرجة عالية جدا احسن من المباراة اللي سبقتها المباراة اللي انتهت بالتعادل كان حكام يعني كان فيه لغط على ثلاث اربع كور وبالمناسبة النادي الاهلي كان هو اكتر واحد متضرر من هذه القرارات لان كان ممكن المباراة تخلص بالفوز ولكن النادي الاهلي لم يساعد يعني يعني زي ما بيقولوا اللهجة او بيساعد الضغط على الحكام ولكن بالعكس نجاح مباراة مباراة في كرة اليد بالحكام السيدات كان من احد اسبابه النادي الاهلي رفعت ضغط ده استكملا طبعا لزميل العزيز احمد وهو بيقول ان النادي الاهلي رفعت ضغط عن الحكام وده كان احد اسباب نجاح منظومة التحكيم في الفترة الاخيرة بالفعل اشتركوا في القناة